في 10 دقائق بس هنعمل مع بعض احلى نيتي شوكولاتة سريع جدا وسهل جدا تشوفوه تقولوا انه هو متعوب عليه بس بجد هو سهل جدا يا جماعة يلا بينا بس ما تنسوش ان انتوا تتابعوني عشان تشوفوا ان شاء الله كل يوم وصفة جديدة المقادير بتاعتي عبارة عن 6 بضات احط عليهم رشة من الفانيليا ومعلقة من الخل ونص كباية من الميا وحطيت نص كيلو دي اسبونج زي ما انتوا شايفين كده دي اسبونج بتباقي دلوقت في كل حتة حطيت كل المقادير على بعضها من غير مفصل بياضة على صفار ولا اي حاجة خالص شايفين السهولة ضربتها كويس جدا بالمضرب اجيب صوك بقى مقاسه 40 في 60 فرشت ورقة زبدة وفرشت بقى فيه العجينة كده وصوتها كويس وحطه بقى في الفرن على درجة حرارة عالية جدا درجة حرارة 200 في الرف الوسطاني لبندة 10 دقيق بس وحيطلع معانا بالشكل ده احنا مش عايزين الكيكاية عالية فعشان كده حطيته في اكبر صاجة عندي بعدين بقى بعد ما طالع انا حطيت ورقة الزبدة من فوق عشان تشيل معايا الوش عشان بيبقى ريحته زفارة هنا بقى الكريمة جاهستها وهي عبارة عن كباية من الكريم شنطيل خام عليها نص كباية من السكر وكباية مية سقعة وبس كده وبندربها كويس جدا بتطلع معانا زي الفل هنا بقى اجل الكيكاية بتاعتي شايفين رهيفة ازاي مش عالية هقطعها بقى على خمسة خمس قطع كده وهبتدي بقى ان انا حشي كل اتنين مع بعض هنا من كتر حلوة الكيكاية اتكلت واحدة كده وهي قبل ما تتحشي انا كنتم قطعهم خمس شرايح زي دي اتكلت واحدة فحنا هنشغل مع بعض باربعة بس هنا بقى حشيتها في النص وحطيت التانية وهبتدي ان انا قطع المقاس اللي انا عايزاها زي ما انتوا شايفين كده شايفين السهولة قطعتهم بقى كده زي بعض وهبتدي ان انا احشي كل القطع اللي عندي هتعمل معايا عشرين قطعة وهبتدي ان انا اسيح شوكولاتة على حمام مياه الشوكولاتة دي خام انا حطيت عليها معلقتين من الزيت بس عشان تبقى معايا لمعة كده وحصقت كل واحدة كده في الشوكولاتة اللي انا مسيحاها وحطها على ورقة زبدة علشان تنشف سبتهم بقى كلهم ينشفوا بقى شكلهم حلوة قوي كده زي ما انتم شايفين وبس كده لو انتم عايزين تشوفوا الفيديو ده بالتفصيل هتلاقوا الفيديو على قناتي على اليوتيوب دخلوا شوفوا حالا هتلاقوا لينك هنا على صفحتي